اهلا امديكم الصيف يعني عايزين حاجة حلوة وسقعة وتعمل تش كده وهي نزلة بس طبعا مش لازم نقوم نتسحل ونقف قدام الفرن ونبقى يعني مستنين الحاجة الحلوة تطلع عشان ناكلها ايه رأيكم النهاردة نعمل حاجة حلوة خفيفة وسريعة وفي نفس الوقت مش هتخش الفرن وتطلع حاجة كده عظيمة تثبت المزاج وفيها كمان كل القيمة الغذائية هنعمل مهلبية بتركات خفيفة كده هنغير فيها مفهومنا عن المهلبية يلا بنا اول حاجة هعملها هحط السكر لكل كباية من الحليب هستخدمها هحط معلقة كبيرة من السكر وده طبعا حسب الحاجة او حسب الطعام هنا انا هستخدم اربع كبايات حطيت اربع معلق هحط معلقتين ونص كبار من النشا هنزل عليهم باربع معلق كبار من الدقيق عايز اقول لحضراتكم الدقيق مع النشا ميكس طحفة وبيدينا قوامل المهلبية كريمي كده ويجنن هنزل عليهم باربع اكواب من الحليب حليب بارد او بدرجة حرارة المطبخ هقلب بقى الكلام ده كله على البارد كده قبل ما رفعه على النار لحد مضمن ان كله داب تماما واختلط مع الحليب كده خلاص الحاجة كلها دابت معنا هنزل بقى بحوالي ربع كباية من الزبيب طبعا الحاجات ممكن تكون موجودة عندنا من رمضان او موجودة عندنا في التلاجة وهنزل عليهم ربع كباية من المشمش المجفف عايز اقول لحضراتكم بيليق جدا مع المهلبية المزازة بتاعته مع التسكيرة بتاعتها بتدي طعم حلوة معايا معلقتين كبار من جوز الهند هحطها على النار بقى طول ما انا حطها على النار ايزي فيها على طول والشغالة وهفضل اقلب فيها وانا بقلب كده وشغالة هنزل عليها برشة فانيليا طبعا ممكن مية زهر ومية ورد زي ما حضراتكم بتفضل هنزل عليهم بقى بمعلقتين 3 كبار من القشطة كده هنزل عليها بنص معلقة كده من الزبدة الزبدة تكون صايحة بالشكل ده هبدأ اقلب بقى الخليط ده كويس جدا مع بعضه كده خلاص خلصنا المهلبية هنبدأ بقى نغرفها في الكسات بتاعتنا كسات كبيات حسب طبعا المتوفر عندي عشانا قلت لحضراتكم مش لازم نقف في الفرن ونولع الفرن ونزخن الشقة كلها عشان نعمل حاجة حلوة وعايز اقول حاجة تانية دي بس مش عشان الصيف لأ على فكرة انا في الشتاء من عشاء المهلبية وبحبها جدا 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 وباكلها سخنة وباكلها بردة وشوية الفواكه المجففة اللي فيها دي مخلينا حاجة عظيمة تعالوا بقى ندلحة شوية ونحط حبة كده نشفيه من غير ما يستويه لان كل الحاجات اللي تحطت جواها استويت مش هتحسوا بتعم حاجة واضحة قوي غير النطعون كده مختلطة في بعضها بصوا يعني انا تعيبت وانا بتكلم عليها بصراحة يعني قل دايت آل ورجيم يا جماعة فيش احلى من الاكل اي اشكال طبعا عشوائية كده بس حاجة تخلي الدنيا مبهجة شوية يعني ومش كده وبس معانا شوية زبيب برضو مش انا بقول لكم طبق كده يعني بينزل على القلب يا جماعة مش على المعدة وعشان بقى العين بتاكل قبل اسمائي قبل البقق اه فاحنا لازم ندلع الدنيا شوية واي ورقة خضرة بقى نعنع ريحان زي ما تحبوا بصوا كده شكل الموضوع بيختلف تماما مروش حل بصراحة انا بقى اللي اتنين الصغنانين اللي مع بعض دول شكلهم عجبني قوي فاروح عاملة كده وحطاهم بالشكل ده حساهم هيبقوا مبهجين اكتر يعني وبكده نكون خلصنا اسهل واسرع واخف طبق حلو في الدنيا وهي المهلبية بالفواكه المجففة اتمنى حضراتكم تجربوا الوصفة وتقولوا رأي حضراتكم ايه في التعليقات اشوفكم في وصفة جديدة باي باي كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم